أهلا أحبائنا مشاهدينا مرة تانية السؤال كيف أقترب إلى الله؟ الله اقترب إلينا من خلال يسوع المسيح في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا عظيم وبالإجماع عظيم هو سر التقوى الله ظهر بالجسد يعني اقترب إلى الإنسان اتصار إنسانا كاملا بلا خطية لكي يفضي الإنسان ويكفر عن خطية الإنسان ولأنه إنسان كامل فاستطاع أن يكفر عن خطية الإنسان لأنه حمل الله بلا عيب كما قال عنه رسول بطرس افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء بل بدم كريم كما من حمل بالعيب ولا دنس دم المسيح لاحظ معروفا سابقا قبل تأسيس العالم الذي بروح أزلي قدم نفسه يا للعظمة شكرا يا رب شكرا يا رب احنا نعترف بهذا الجميل ونشكرك انك انت اللي أخذت جسد إنسان وتواضعت ومت على الصليب حتى تخلص الإنسان ما أعظمك ما أمجدك ما أكرمك يا رب لهذا السبب أحبائي احنا بنتكلم عن حضور الله فلا تستهتر بحضور الله يعني بكلمات أخرى لا تقترب إلى الله باستهتار أو بسخافة أو بكلام يعني هجومي على الله تعرفوا في العهد القديم الشيء العجيب والغريب أنه هارون أخه موسى كان يعتبر واحد من أقدس الشخصيات يكفي أن نقول هو رئيس الكهنة تخيل معي أولاده أولاد هارون رئيس الكهنة دخلوا باستهتار إلى حضور الرب إلى مكان الرب اقتربوا مثل نداب أولاد هارون نداب وأبيه مكتوب أماتهما يعني الرب ضربهم بالنار أكلتهم النار أماتهما الرب لأنهما قربا نار غريبة أمام الرب هذه القصة موجودة في لويين إصحاح عشر من الآية الأولى حتى آية سبعة شيء ثاني لا تقترب إلى الرب وتوجد خطية غير معترف فيها مزمور ستة وستين آية تمنطعش إن راعيته إثمن في قلبي لا يستمع لي الرب ثم لا تقترب إلى الله بمجرد فمك ومظاهر وأشكال مظاهر التدين الخارجي فالله يرى القلب ويرى النية ويرى الدوافع فإذن لا تأتي إلى الرب بمظاهر وأشكال التدين بل تعال إلى الرب من كل قلبك تقدم بمخاف ورهب واحترام تقدم بتواضع وإيمان تقدم على حساب ما فعله يسوع المسيح مكتوب لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح انظر بالإيمان إلى وجه يسوع المسيح مكتوب في يحن تلاتي ست تلاتين الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله فإذا أحبائي مكتوب حتى وإنت جاي للرب وبتقدم حتى قربان مكتوب اترك قربان قدام المذبح اذهب أولا واصطلح مع أخيك وحينئذ تعال أقدم قربانك فإذا هذا مهم جدا أحبائي لأنه لا يقدر أحد أن يقبل إلي إن لم يجتذبه الآب ولكن المسيح قال من يقبل إلي لا أخرجه خارجا موسيقى اشتركوا في القناة